لقد كان لكم في رسول الله إسعة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الآمين وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن التابعين ومن تبعهم بإحسان حلقة اليوم بعنوان الطربية والقدوة الحسنة بمناسبة الموسم الدراسي الجديد عندما نتحدث عن الطربية إنما نتحدث عن أنشطة متنوعة مادية وأدابية تتعهد الإنسان وتتولاه بالتغذية والتنمية والتأديم وفي القواميس والمعاجم ما يدل على هذه المعاني التي يفيدها مصطلح الطربية من مثل التولية والتعهد والتغذية والتنمية والتأديم والإصلاح والحفظ والإيجادة فالرب والربي والرباني هو السيد والقيم والمصلح والحبر والعالم والمعلم وهو رئيس القوم وسائسهم فلما مات ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن الحانفية اليوم مات أرباني هذه الأمة يعني حفرها وعالمها وفعلا فقد كان ابن عباس ذلك الغلام الذي دعا معه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقه في الدين وعلمه التاويل قضى سني حياته وهو يغذو الناس بصغار العلم قبل كبارها يوجههم ويعلمهم ويربيهم وكذلك كان غيره من أقرانه ومعاصره ومن جاءوا بعدهم من الذين أنبتتهم الطربة النبوية الطيبة كانوا على الدوام حكاما ومربين ومصلحين وآباء وطلابا ينظرون إلى التربية والتعليم على أنهما خير آدات لتكوين الشخصية التي تسهم في بناء المجتمع والأمة وتحقيق نهضتهما وتقدمهما وقوتهما المادية والمعنوية وللتربية أساليب وأدوات متنوعة لكنها لا تصل إلى مسلك القدوة التي هي خصلة وفضيلة وقيمة من القيم عليها تبنى كل الخلال من المقال والفعال فالله تعالى وهو رب العالمين بعث الأنبياء والرسل حجة على الخلق بالبلاغ القولي والعملي فاصطفى سبحانه هؤلاء العباد لتبليغ آياته المسطورة والمنظورة يرتلونها ويتلونها ويتمثلون أحكامها بمواقفهم وتصرفاتهم وأفعالهم وصدق الله العظيم لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إسوة أو أسوة معناه قدوة ونموذج سلوكي والرسول صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم والذي يقول عن نفسه بأنه ما بعث إلا معلمة لم يهنأ بنوم منذ مذتهادة إلى سمعه قول الحق تعالى قم فأنذر وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فبلغ وأدى وتمثل بقوله وسلوكه فكان روعة في البلاغ ولذلك تقول عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن بمعنى أنه كان يتمثل بسلوكه وتصرفاته القرآن الكريم ومعناه كذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان المثل الأعلى في الأخلاق والقدوة الصالحة لكل راغب في الهداية والخير وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعوذ بما لا ينفع من النظريات العلمية التي تبقى أفكارا دون تطبيق ويقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع والإسلام لا يرى قيمة في قول لا يترجم إلى عمل ولا في علم لا ينتج عنه عمل صالح بمقتضاه فرجال التربية والتعليم اليوم وهم يعودون إلى مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم حري بهم سواء كان تدريسهم حضوريا أم عن بعد بسبب هذه الجائحة المتفشية حري بهم أن يتقمص شخصية المرب المرشد المعلم بحاله ومقاله فلا قيمة لشخصية هذا الذي لا يصدق عمله قوله ولا ينعكس علمه على سلوكه فالله تعالى يقول وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ومن أهم وظائف المرشد المعلم وقد ذكرها حجة الإسلام الإمام الغزال رحمه الله في كتابه النفيس إحياء علوم الدين أن يكون عاملا بعلمه فلا يكذب قوله فعله لأن العلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك بالأمصار وأرباب الأمصار أكثر ويستشهد الإمام الغزالي بهذا الأثر الذي يقول فيه الإمام علي رضي الله عنه قصم ظهر رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك فالجاهل يضر الناس بتنسكه والعالم يضرهم بهتكه فهانيئا لنا بسادة التربية والتعليم الذين يعودون إلى شياههم كما يقول المثل والعود أحمد إن شاء الله فهم المربون المنتصبون لتعليم الناس بأقوالهم وفعالهم إنهم ورثة الأنبياء الذين بلغوا وبينوا بالقول والفعل فكذلك هؤلاء الوارثون الذين لا بد أن يقوموا مقام موروثيهم القدوة لا تكون مبدأا يرجى نفعه ويقطف ثمره إلا بأمور نحاول اختصارها وتلخيصها والإلمام بها في هذه العجالة أولها أن تكون القدوة عند المربي سجية عفوية تصدر من ذاتيته المفعمة بالصدق والإخلاص بسعيه بتجويد عمله لتجويد عمله وتقويم نفسه وإصلاحها ظاهرا وباطنا ثم إصلاح من هم تحت يده فالتكلف في القدوة تزوير وتنميق وتزويق قد لا تجدي في كل الأوقات ولذلك يحتاج المعلم إلى تأطير نفسه وتعهدها بالإصلاح حتى يتجاوز مرحلة التكلف وتصبح القدوة عنده سلوكا وسمتا ثانيها القدوة لا تنشد الكمال في كل شيء فالكمال لله رب العالمين ولذلك نسعى دائما في التربية لاستكمال النقص وسد الثغرات وتغطية العوارات فالمرب بحكم بشريته وآدميته عرضة لكل هذا والاقتداء به يكون في جوانبه الحسنة وجزئيات تميزه والتغاضي عن سيئاته وتجنب نقائصه التي لا يخلو منها بشار ثالثها إن المربية المقتدى به الناجح هو المنفتح بشخصيته وذاتيته على محيطه المعنى ببيئته الاجتماعية فالإنسان مدني بطبعه اجتماعي بفطرته فلا يغفلن عن حاجات مخالطيه وليحرص على أن تتسم علاقاته بالآخرين سواء كانوا مربين أو متربين معلمين أو متعلمين في المستوى الذي يفيد الأمة وليتجنب كل ما يخدش علاقته بغيره فالموازنة هنا مطلوبة حتى لا يطغى الجانب الشخصي الذاتي عن الجانب الجماعي العام رابع الخصال الأساسية في هذه القدوة فإن رجل التربية والتعليم هو سيد الناس بطواضعه وحكمته وحلمه وآناته وكل أخلاقه وفضائله يزداد يوماً عن يوم علماً وفقهاً وتكويناً وثقافةً ومراساً على الخير كل أصناف الخير فالمعلم شبيه في مهمته ومسؤوليته بالرسول ولذلك قيل فيه قديماً قم للمعلم وفه التفجيل كاد المعلم أن يكون رسولاً أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفساً وعقولاً فبه يتأسى كل الناس صغيرهم وكبيرهم ظكرهم وأنثاهم متعلمهم ومعلمهم خامس هذه الأمور المرب القدوة لا يزال يتعلم ويتربى ويبذل ويضحي ويعطي ولا يمكن أن يكون إن معه إن أحسنوا أحسن وإن أساء أساء بل المرب شخصية متفردة ومتميزة لا يعيش فرضاً ولا لنفسه فقط هو يسعى إلى تحقيق المواطنة الصالحة التي تجعل وتهيئ الفرض لأن يعيش في هذا المجتمع مسهماً في رفع مستوى الصالح العام فيه وموفقاً بين مصلحته الشخصية ومصالح مجتمعه وأمته أخيراً وهي الأمر السادس القدوة عند المرب هي وطنيته وحبه لوطانه نعم القدوة عند المرب هي وطنيته وحبه لوطانه وليس لأحد أن يزايد عليه في هذه الخصلة فهو يشعر دائماً بأن مهمته أن يعد الناس لتحقيق هذا الهدف هذا الهدف السامي ويرصخ في الناشئة ثقافة حب الوطن والإخلاص له والجهاد في سبيل رفعته والدفاع عنه ترجمة نانسي قنقر